في كل مرة تستخدم فيها جوالك أو تشحن سيارتك الكهربائية أو تستخدم حاسوبك المحمول أنت تستفيد من واحدة من أعظم الابتكارات الهندسية في عصرنا الحديث ألا وهي بطارية الليثيوم آيون هذه البطاريات التي لا يتعدى حجمها في كثير من الأحيان حجم كف اليت أصبحت الشريان الحيوي للحضارة التكنولوجية هذه البطارية في فكرتها وعملها تجمع بين الفيزياء الذرية والكيمياء المتقدمة والهندسة الضقيقة لفهم كيفية عمل هذه البطاريات سوف ننطلق في رحلة تبدأ من المستوى الذري وتنتهي بالتطبيقات العملية هذه الرحلة ليست مجرد شرح تقني بل هي قصة كيف استطاع الإنسان تسخير قوانين الطبيعة لخدمة احتياجاته وفي نهاية الحلقة سأكشف لكم السر الذي قد يدمر بطارية بقيمة هاتفكم عندما تستمرون في استخدامها والشحنة أقل من 40 في الميل تابعونا حتى النهاية وشاركونا في التعليقات أراءكم حول الأسئلة التي سأعرضها في الختم فهيا بنا لنبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تبدأ خصتنا مع أبسط اللبنات في الكون وهي الذروات بينما تحتوي الطبيعة عالمية 18 عنصر مختلفا فإن بطاريتنا تعتمد على عنصر واحد مميز وهو الليثيوم ولكن ما الذي يجعل هذا العنصر بالذات مناسبا لهذا الدور الحيوي؟ الإجابة تكمن في البنية الذرية للليثيوم إذا تخيلنا الضر كنوام شمسي مصاقر حيث النواة تمثل الشمس والإلكترونات تمثل الكواكب فإن للليثيوم تركيبا فريدا فهو يمتلك ثلاث بروتونات فقط في نواته وثلاث إلكترونات تدور حولها لكن الأهم من ذلك هو ترتيب هذه الإلكترونات حيث يدور إلكترونان في مدار قريب من النواة بينما يدور إلكترون محيدا في مدار بعيد هذا الإلكترون البعيد هو بطل قصتنا فهو مرتبط بشكل ضعيب بضرة الليثيوم ويسول تحريره من ضرته هذه السهولة في التخلي عن الإلكترون هي ما يمنح الليثيوم طاقته الهائلة عندما يفقد الليثيوم إلكترونه يتحول إلى أيون موجب وتمتلق الطاقة المخزنة في الرابط بين الإلكترون والنماء وتصل إلى 3 فولت وهي طافة أعلى بكثير من الهيدروجين وعناصر أخرى ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الجهد الفعلي لبطارية الليثيوم آيون يتراوح عمليا بين 3 فولت و 12 فولت حيث تبدأ البطارية بشحن كامل عند 4 و 2 من 10 فولت وتمتهي دورة التفريغ عند حوالي 3 فولت هذه المجالات محسوبة بدقة للحفاظ على كفاءة البطارية وعمرها الإفترابي هذه الفولتية العالية نسبيا مقترنة بخفة وزن الليثيوم حيث يعتبر ثالث أخف عنصر في الكون هذه الخفة تعني أنه يمكننا تخزين كيمية هائلة من الطافة في حجم صغير ووزن خفيف وهي مواصفات مثالية للأجهزة المحمولة والسيارات الكهربائية لكن الطبيعة الزكية لبطارية الليثيوم آيون لا تكمن في استخدام الليثيوم النقي فهو شديد التفاعل وقد يكون خطيرا جدا بل في استخدامه ضمن مراكبات كيميائية مستقرة مثل أكسيد كوبالت الليثيوم أو أكسيد مانكل الليثيوم البراغة التقنية هنا تحدث عندما نستطيع توجيه هذا الليثيوم لمغادرة استقراره والانطلاق في رحلة بحث عن توازن جديد وهذا يتم من خلال تصميم مطقن لمكونات البطارية والآن بعد أن عرفنا سر اختيار الليثيوم لنتعرف معا على الفريق الذي يعمل معها لكي تتم هذه الرحلة بشكل منظم وآمن نحتاج للنظام الهندسي المعقد تخيل بطارية الليثيوم أيون كمصنع صغير حيث لكل جزء فيه وزيفة محددة عند فحص بطارية الليثيوم أيون من الداخل نكتشف أنها ليست كتلة صلبة بل نظام معقد من الطبقات الرقيقة والمسارات المتخصصة في قلب هذا النظام نجد أربع مكونات رئيسية تعمل بتناوم المذهل الأنود وهو القط السالب والذي يعتبر مخزن الليثيوم ومصنوع عادة من الجرافيت والجرافيت مادة كربونية تمتاز ببنية بلورية طبقية تشبه صوحات الكتاب تسمح لذرات الليثيوم بالانزلاق بينها والاستقرار بين طبقات الجرافيت في عملية تسمى الإقحام وعلى الجانب المقابل يوجد الكاثود وهو القطب الموجب وهو عادة من مركبات مثل أكسيد الليثيوم والنيكل أو أكسيد الليثيوم والكوبلت هذه المواد تمتاز بشراهة كبيرة للإلكترونات فهي كهروم وجبة تبحث دائما عن إلكترونات لتستقر بين هذين القطبين يوجد الإلكترونات وهو سائل خاص يحتوي على أملاح الليثيوم المذابة هذا السائل يؤدي دورا حاسما فهو يسمح بمرور أيونات الليثيوم لكنه يمنع تماما مرور الإلكترونات وهذه الخاصية الفريدة تجعل من الإلكترونات حاجزا زكيا يتحكم في نوع جسيمات المرة من خلاله وأخيرا يوجد الفاصل وهو غشاء رقيق مسامي يفصل بين الغطبين ويمنع تلامسهما المباشر مما يمنع حدوث قصر الدائرة أي شورت سيركيت والذي يؤدي إلى احتراق البطارية تجمع بطارية الليثيوم أي عبر عملية هندسية دقيقة تبدأ لترتيب الطبقات الأساسية بشكل مسطح حيث ترس طبقات محاسي والجرافيت والفاصل البلاستيكي المسامي والكاثود والألمنيوم فوق بعضها بعناية فائقة ثم تبدأ آلات متخصصة في لف هذه الطبقات بإحكام حول نفسها بشكل استواني مضغوط مما ينتج عنه مساحة سطحية هائلة داخل حيز صوريون جدا أما في الأجهزات الرقيقة مثل الهواتف الذكية فتعتمد التقنية على طي هذه الطبقات ذهابا وإيابا بشكل يشبه الأكورديون مما يسمح باستغلال أمثل للمساحة المستطيلة دون زيادة السمكة توضع البنية الملفوفة أو المطوية بعد ذلك داخل غلاف معدني محكم الإغلاق يحقن بداخله الإلكترولايت السائل في ظروف خالية من الرطوبة والإكسوجين وذلك لضمان نقاء التفاعلات الكيميائية ومن ثم يتم إغلاق الغلاف نهائيا باستخدام لحامل لزري دقيق مع إضافة دائرة إلكترونية صغيرة فوق البطارية لمراقبة الجهد والتيار ومنع الشحن الزائد والنتيجة النهائية تحفظ تكنولوجيا متكاملة تجمع بين القوة والأمان والكفاءة في تخزين الطاقة لتبع حياتنا اللقمية بأجهزتنا المحمولة يوما بعد يوم والآن لنعوص في أعماق البطارية ولنتعرف كيف تقوم بمهمتها في توليد الطاقة الكهروائية عندما تقوم معزيز المشاهد بالضغط على زر تشغيل هاتفك فإنك تشعل شرارة سلسلة من الأحداث المتزامنة بدقة متناهية هذه العملية التي نسميها التفريغ تبدأ بلحظة حاسمة وهي إغلاق الدائرة كغبائية بين قطبي البطارية نحن هنا لدينا بطارية مشهونة وهذا يعني أنه في الجانب السالب أي الأنود تتواجد ذرات الليثيوم مخزنة في الجرافيت وهي في حالة استقرار مؤقت لأن إلكترون ذرة الليثيوم الخارجي بالكاد يكون مرتبطا ويرقب في المغادرة لكن لا يوجد مفار حتى اللحظة عندما تضغط على زر تشغيل هاتفك وتكتمل الدائرة كغربائية هنا يصبح لدى الإلكترونات مسارا تتحرك فيه وتتحرر من ذراتها متجهة نحو الخطب الموجب وهو الكاثود وذلك عبر جهاز الجوال والسبب في هذه الحركة للإلكترونات نحو الكاثود يعوده إلى طبيعة الكاثود المكون من أكسيد الليثيوم والكوبالت أو النايكل والذي يكون في حالة عطش دائم للإلكترونات لأنه فقد إلكتروناته في عملية الشحن والتي سوف نتحدث عنها بعد قليل إذن يكون لدينا ليثيوم يريد التخلص من إلكتروناته ليصبح أكثر استقرارا وفي نفس الوقت لدينا الكاثود الذي يريد اكتساب إلكترونات ليصبح مستقرا أيضا إذن بمجرد الضغط على زر التشغيل تستشعر الإلكترونات جاذبية كهربائية من الكاثود وتتحرك تحت تأثير هذه القوة الكهربائية نحو الكاثود الإلكترونات المتحررة تنتظر طويلا فتأثيرها الكهربائي ينتقل بسرعة مذهلة تقترب من سرعة الضوء تندفع كموجة متلاحقة عبر الموصلات المحاسية مرة عبر دوائر الهاتف المعقدة لتؤدي عملها من إضاءة الشاشة وتشغيل المعالج قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية عند الكاثود لكن هذه الرحلة السريعة للإلكترونات عبر السيليك هي فقط نصف الحكاية فلو حدث هذا فقط لتراكمت شحنة سالبة هائلة عند الكاثود وشحنة موجبة عند الأنود لأن كل إلكترون يغادر الأنود يترك خلفه آيون ليثيام موجب مما يولد مجانا كهربائيا معاكسا يوقف تدفق الإلكترونات في جزء من الثانية وهنا يأتي الدور الحاسم للإيونات والإلكترولايت ففي اللحظة ذاتها التي يغادر فيها الإلكترون الأنود يغادر آيون ليثيام الموجب مكانه من الغرافيت منتجها إلى المحلول الإلكتروليتي ولماذا؟ لأنه بمجرد وصول الإلكترونات إلى الكاثود يصبح الكاثود مشحونا بشحنة سالبة في حين مغادرة الإلكترون الأنود يصبح الآنود مشحونا بشحنة موجبة وهنا يتولد مجالا كهربائيا يجعل آيونات الليثيام الموجبة تتحرر من الجرافيت وتسبح في محلول الإلكترولايت متجهة ببطء نسبي بالمقارنة بسرعة الإلكترون نحو الكاثود في لحظة اندماج كنيائي رائع يستقبل الكاثود الإلكترون والآيون معا حيث يدخل آيون الليثيوم إلى البنية البلورية للكاثود ويستقر فيها وتستمر هذه الحركة للإلكترونات والآيونات الموجبة نحو الكاثود حتى يتحقق التوازن الكهروكيميائي بين قطبي البطارية أي عندما تستنفذ قوة الدفع الكهربائية أي الجهد الكهربائي التي تولدها البطارية ففي البداية يكون الفارق كبيرا حوالي 4.2 من 10 فولت مما يولد قوة دفع قوية ومع انتقال المزيد من الإلكترونات والإيونات الليثيوم إلى الكاثود يقل هذا الفارق تدريجيا وتتوقف الحركة عندما ينخفض الجهود إلى حوالي 3 فولت حيث لم تعد هناك قوة كافية لاستمرار التدفق إذا كانت عملية التفريغ هي رحلة التحرر والتدفق فإن عملية إعادة الشحن هي رحلة الإجبار والعودة إلى الوطن عندما توصل البطارية الفارغة بالشاحن يتم تطبيق جهد كهربائي من مصدر خارجي أعلى من جهد البطارية نفسها مما يجبر التيار على السير في الاتجاه المعاكس هنا تبدأ موجة كعربائية عكسية من الكاثود تقوم بسحب الإلكترونات التي قد استقرت للتو داخل بنية الكاثود هذا السحب العنيف للإلكترونات يجرد الكاثود مرة أخرى ويعيده إلى حالته الكهروسلبية أصلية غير المستقرة نتيجة لهذا التجريد لا يعود بمقدور البنية البلورية الإمساك بأينات الليثيوم التي كانت تحتويها فتقوم بطردها مرة أخرى إلى المحلول الإلكتروليتي كأينات موجبة على الجانب الآخر من الدائرة يقوم الشاحن بدفع هذه الإلكترونات المسحوبة من الكاثود ويدفعها قصرا عبر الدائرة الخارجية نحو الأنود عندما تصل هذه الإلكترونات إلى الجرافيت في الأنود تتولد حالة من الجذب الكهربائية فوجود وفرة من الإلكترونات في منطقة الجرافيت يجعلها منطقة جاذبة للأينات الموجبة التي تسبح في الإلكترولايت وهكذا تنجذب أينات الليثيوم الموجبة عبر الإلكترولايت وتعود أدراجها إلى الأنود عند الحد الفاصل بين الإلكترولايت والجرافيت يلتقي الإلكترون الوافد مع أيون الليثيوم القادم ليتحدى مرة أخرى ويكون ذرك يثم متعادلة تنزلق بين طبقات الجرافيت وتستقر فيها مستعدة لرحلة تفريغ جديدة أثناء الشحن الأول لأي بطارية ليثيوم آيون تحدث ظاهرة مهمة جدا وهي تكون ما يسمى بطبقة تعرف بواجهة الإلكترولايت الصلبة أو بالإنجليزية Solid Electrolight Interface وتختصر بالأحرف SEI عندما تصل أيونات الليثيوم إلى الأنود لأول مرة تتفاعل مع المواد هناك لتشكل غشاء رقيقا عازلا هذه الطبقة هي بمثابة نعمة مقنعة للبطارية فهي من ناحية تلعب دورا إيجابيا هاما في منع الاتصال المباشر بين الإلكترونات في الجرافيت والإلكترولايت مما يحافظ على استقرار البطارية ويمنع تحلل المواد وتسمح من ناحية أخرى بمرور أيونات الليثيوم مما يضمن استمرار عمل البطارية ولكن لهذه الطبقة دورا سلبيا فأثناء تكون طبقة الـ SEI يستهلك حوالي من 5 إلى 10% من الليثيوم الموجود في البطارية بشكل دائم وهذا هو السبب في أن البطاريات الجديدة تفقد قليلا من سعتها بعد الاستخدام الأول وهي خسارة دائمة لكنها ضرورية لضمان عنوان أطول البطارية بطارية الليثيوم أيو لا تدوم للأبد مثل أي نظام معقد فإنها تبدأ في التدهور وهناك مساران رئيسيان لموت البطارية المسار الأول التدهور البطيء وفقدان السعة وهذا يحدث مع كل دورة شاحن وتفريغ حيث تتكون طبقة رقيقة صلبة تسمى واجهة الإلكترولايت الصلبة SEI هذه الطبقة للرورية لحماية الأنود ولكنها تستهلك ببطوء أيونات الليثيوم النشطة مما يعني أن كمية أقل من الليثيوم تصبح متاحة للمشاركة في الشحن والتفريغ فتقل سعة البطارية تدريجيا والسبب الثاني حدوث التدهور السريع بسبب الإجهاد الميكانيكي حيث أن مواد الأقطاب خاصة الكاثود تتمدد للتقلص بشكل متكرر أثناء الشحن والتفريغ هذا الإجهاد الميكانيكي يؤدي إلى تكون تشققات داخل المادة بمرور الوقت مما يعزلها كهربائياً ويقلل من قدرتها على تخزين الطاقة يمثل العلماء حول العالم جهوداً كبيرة لتحسين هذه التقنية أحد أهم المجالات هو استبدال الجرافيت بالسيليكون الذي يمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من الليثيوم لكن التحدي هو أن السيليكون يتمدد بشكل كبير أثناء الشحن مما قد يتسبب في تلف البطارية اتجاه آخر وعد هو تطوير إلكترولايتات صلبة بدلاً من السائلة مما يزيد من السلام ويقلل من خطر الاشتعال كما يعمل العلماء على تطوير بطاريات الليثيوم الهواء التي تعد بكثافة طاقة عادل البنزين التي تعيد بمستقبل أكثر أمناً وكفاءة والآن نأتي للسر الذي وعدتكم به في بداية الحلقة لماذا قد يكون استمرار استخدامك للبطارية وهي أقل من 40% مدمراً في الواقع 40% هو حد وقائي ممتاز لكن التدمير الحقيقي والأثار الكارثية تبدأ عندما تصل الشحن إلى أقل من 20% ويصبح الخطر مضاعفاً إذا انخفضت البطارية على الصفر وهو التفرير العميط عندما تفرغ بطارية الليثيوم أي بالكامل ينخفض جهد الخلية إلى مستوى خطير عادة أقل من 3 فولت وهنا تبدأ الكيمياء في التحول من صديق إلى عدو وإليك السبب ففي ظروف الجهد المنخفض يتوقف الأداء الكيميائي السلس ويبدأ معدن الليثيوم النقيفي الترصب على الآنود الجرافيت على شكل تشعبات حادة أشبه بالإبر الصغيرة هذه التشعبات تنمو ببطوء مع كل عملية تفرير عميق وفي النهاية قد تخترق الفاصل الذي يحمي بين القطبين ما بيحدث بعد ذلك عندما يتم اختلاق الفاصل يحدث قصرا كهربائي داخلي أي شورت سيركيت وهذا يؤدي إلى توليد حرارة هائلة داخل الخلية لا يمكن ويقافها وهي ما تسمى بظاهرة الهرب الحراري وهي السبب الرئيسي لحوادث اشتعال البطارية باختصار السر يقمن في قاعدة بسيطة بطاريات الليثيوم آيون تكره التفريغ العميق أفضل طريقة لإطالة عمرها هي إبقاؤها دائما في المنطقة الوسطى المريحة والآمنة بين 20% و 80% بطارية الليثيوم آيون هي أكثر من مجرد مخزن للطاقة إنها نظام ديناميكي معقد يعمل على مستويات متعددة من الظرات المنفردة إلى البنى النجهرية إنها تجسيد رائع المبدأ البساطة في المفهوم العلمي والمعقد في التصميم الهندسي فالفكرة الأساسية بسيطة هي حركة الإلكترونات والأيونات ولكن التنفيذ الهندسي معقد بشكل مذهل في المرة القادمة التي تشحن فيها هاتفك تذكر أن هناك عالما كاملا من المشاط الكيميائي والفيزيائي يحدث داخل البطارية الصغيرة إنها رحلة مستمرة من الإلكترونات التي تسافر بسرعة هائلة وأيونات تسبح في بحر من الإلكترولايت وكل ذلك يعود لذرات الليثيوم صبيرة تقرر التخلي عن إلكتروناتها لتضيء عالمنا وتحرق تقدمنا إذا كانت الحلقة قد نالت إعجابكم فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لدي لكم ثلاثة أسئلة جديدة أتركها لكم على الشاشة وسأضعها أيضا في أول تعليق وأرغب بمعرفة آراهكم فيها فاكتبوا إجاباتكم في التعليقات وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته